تركز الميليشيا الحوثية في الآوينة الاخيرة على اطباق السيطرة على الموانئ اليمنية ومنشآت الطاقة للاستحواذ على مصادرها الارادية وتعزيز مكتسباتها العسكرية والسياسية خاصة من موارد الموانئ والمنشآت الحيوية للبلاد مراقبون ومحللون سياسيون اكدوا ان الميليشيا من خلال استهدافها للموانئ ومنشآت الطاقة تسعى الى احكام السيطرة على الارادات النفطية واقتسام عوائدها مع الحكومة الشرعية خصوصا في ظل صمت الجانب الاممي والدولي وعدم قدرة الجانب الشرعي على اتخاذ موقف حاسم يعدير من خلاله هذه الموانئ التي تستهدفها الميليشيا يوما بعد اخر الارادات الضخمة التي حققتها عدد من المؤسسات اليمنية خلال الاشهر الماضية دفعت الجماعة الى تنفيذ اجراءات ادارية وحسابية جديدة للسيطرة التامة عليها وادارتها بسرية مطلقة لصالحها وذلك عبر استحداث انظمة محاسبة الكترونية جديدة واجراءات رقابية ادارية معقدة وازاحة قادة هذه المؤسسات غير الموالين لها واستبدالهم بعناصر تابعين للجماعة وتسعى الميليشيات من خلال هذه الاجراءات الى وضع نواتل لانشاء جهاز رقابي مهمته الاشراف على كامل المؤسسات الارادية والرقابة على انشطتها وحركة تحصيل الارادات ومسارها وآلية الصرف ومبرراتها مصادر محلية ذكرت ان الميليشيا كثفت جهدها للحصول على بيانات ومعلومات حول ارادات ميناء الحديدة وعدد من المؤسسات الاخرى نظرا لطبيعة الاجراءات الادارية والمحاسبية في هذه المؤسسات التي سيطرت عليها الميليشيا هذا الامر الذي دفعها الى البحث عن طرق واجراءات تحجب المعلومات والبيانات والارقام حتى عن موظفي هذه المؤسسات وتحتكر البيانات لصالح قادة الميليشيات والمشرفين على المؤسسات